تعز كما تعلم سكانها 4 مليون ما يقارب 4 مليون و200 نسمة تم فرض الحصار من كل مداخلها المدخل الواصل ما بين تعز صنعاء محاصر من قبل الحوثيين والمدخل الواصل ما بين تعز الحديدة محاصر من قبل الحوثيين والمدخل أيضا الواصل ما بين عدن تعز مقطوع محاصر من قانب الحوثيين هناك مدخلين من عدن مدخل من طريق الشريقة الحوبان ومدخل عن طريق التربة الضباب تعز أربعة مليون ومئتين مواطن أنا مع كل التقدير لمساعدة الأمي العام للمتحدة الذي حدد مئتين ألف أنا أقول أربعة مليون ومئتين مواطن في تعز محاصرين اليوم تعز مساحتها عشراء ألف كيلومتر مربع يوقد كل أربعمائة مواطن في كيلومتر واحد هناك حصار شامل للدواء والغذاء وكل مستلزمات الحياة اليوم أعلم مستشفى الثورة داخل تعز بأن كميات الأكسيجين انتهت ويمنع الحوثيين وصول أي كميات الأكسيجين حاول الصليب الأحمر أن ينصل كميات من عدن وحاولنا أخواننا في المحافظة القنوبية أن ينصلوا بعض الأدوية إلى محافظة تعز من خلال طور الباحة التربة تعز لكن تم منع دخول هذه المواد تعز اليوم ليس مئة ألف كما أوضح مساعد الأمين العام ولكن أربعة مليون مواطن بمعدل أكثر من لو قلنا مئة ألف أسرة ممكن نكون الموضوع صحيح هذه الإشكالية الرئيسية أنا أشكر مساعد الأمين العام لهذا البيان ولو أنه قام متأخرا لكن أن يأتي خير من أن لا يأتي تعز اليوم مركز غسيل الكلا أعلن توقفه وهذه مشكلة رئيسية تعز اليوم فيها ما يقارب ثلاثمائة وستين قريح بحاجة إلى نقل عاقل لعمليات نوعية سواء في محافظة عدن أو في الخارق لكن هناك صعوبات قمة لوصولهم إلى محافظة عدن رغم استعداد المستشفيات في المحافظة القنوبية للقيام بهذه الحالات لكن الحوثي وحلفاه يمنعون خروق المرضى ولا يتعاملون حتى بالقيم الإنسانية في الحروب معالي الوزير تحدثت عن المجتمع الدولي هناك لربما تقليل أو تقليل في هذا التقدير مع عدد المتضررين قد ناديتم في تقارير مختلفة عن الحالة الإنسانية المتردية لكن لم يكن هناك استجابة دولية لماذا الآن هناك تقارير تخرج من الأمم المتحدة على الحالة الإنسانية وخصوصا في تاز أنا أؤكد على ما قلت في كلامك أخي العزيز نحن أعلننا تعيز محافظة منكوبة منذ فترة طويلة وأعلننا بأن هناك معلومات مؤكدة تؤكد أن هناك حالات إنسانية وخاطبنا الأمين العام ومساعد الأمين العام للشيون الإنسانية للعمل وفقا لاتفاقية قنيفة الرابعة التي تلزم منظمات الأمم المتحدة بالتواقد أثناء الحروب لإنقاذ المدنيين لكن هناك تأخير وأحب هنا أن أؤكد بأن هذا التأخير غطاه أشقانة في دول خليق في مركز الملك سلمان في الهلال أحمال إماراتي في الهلال أحمال قطري في لقنة العليا الغاثة الكويتية لو لا هؤلاء لكانت حقم المأساة في تعز اليوم هي عار على قبير العالم الخارقي بالذات أنا أقول الاستقابة التي قاءت اليوم هي نتيجة للضغوط الإنسانية وأيضا للانتصارات التي حققتها قوى التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الأرض كل هؤلاء فرض وصبر صبر النساء وأطفال وشباب تعز وعدم قبولهم بالانتهاكات وعدم قبولهم بما يمارسه المخلوع على عبد الله صالح والحوثيين هو الذي الصمود الأسطوري لدولة لمحافظة مدنية لم يحمل أبناها السلاح هو الذي أكبر العالم اليوم إلى كي يقول أن هناك مأساة إنسانية ترجمة نانسي قنقر